السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اتعطي بالفيديو والاحب رشاد مجددا ولا ستعرفونه في الغرب ما اندخلهمش كعامل وهم عامل اساسي في التغذية اللي كان نصنفوهن رقم اربعة يعني كين عيستات العوامل في التغذية العامل الرقم اربعة هما هات الحبوب هات الحبوب هذه مصدر الفيتوستروجينات هي كتقد العيالات بحال يتأخر لي الحمل هال لم يعد مشكلة في الرضاعات اهل عيالة لي عندهم مشكلة في هرمونات اهل لهم مشعر في وجاههم يعني هذي كتضبط الهرمونات يعني الفيتوستروجينات كيضبط الهرمونات يعني حتى البشرة دي المرأكة اللي جميلة يعني فهذا هم المصدر دي الحمض الأوميغا ثلاثة هذ هذ الحبوب دي وهما المصدر دي المحفزات دي الأنزيمات الناس كيقولوا الحلبة كتغلط الحلبة ما فياش بروتين باش تغلط ولا لا تقلوا والو الحلبة يعني ناش حال كيأكلوا الحلبة ملعقا والنساء كيقولو س المتقطر الحلبة هي مش كتغلط إنما كتزيد في الحلبة كتزيد في الانتصاص الحلبة كتزيد في الانتصاص إلا زادت في الانتصاص طبعا الش الجسم كاياخد مية في المية المرضودية دي الأول كتقولي مزي أنا كيغلط هذا هو الي كين فهذا الحلبة مشيغل الحلبة حتى حب رشاد جيد جميع هذ الحبوب دي هي تساعد تزيد في الانتصاص وكاتساعد على الهضم يعني الحلبة كان و كان الحلبة كانت توزن بالذهب كانوا يشطرون الحلبة الوزن ديالة بالذهب believers هذه السطرة فيها الحلبة الحلبة سمت الحلبة لأنها تزيد في الحلبة بعد العيالات علاج تزيد في الحلبة لأنها في تستروجين هذه الحلبة وفيها واحد المادة ديالة اليدروكسيلوسين والهي ايدروكسوليسين هي الجزائل اللي كتمثل منها الانسولين هذا كشي علاش الناس اللي عدم سوكري مثلا خص الحلبة تكون في الاكل دياله ماشي خلطة كي الناس اللي كيقولي مرتب الحلبة وشرباء على دريق واليش عاجه أنا ما عمرني غادي الناس يتسنوني الحلبة دخل مع النظام الغذائي ندروها الناس في كسويدر وافرر فيسيدر وافر كسويدر واشترباء يدروها المسائل باش تمشي معا النظام الغذائي الحلبة الى نبتت الحلبة الى نبتت الى فزقوها الناس بالماء ونبتت ودارت في الاكل دار معلي صلاة الحلبة ممكن ناس يأخذوها نابتة معلي صلاة اعلاش الفرنسويين كيدولوا الكريسون فير هادا حب رشاد نابت صلاة كين دابا صلاة دو كريسون معروف هذي فالناس ينبتو هذي الحلبة بالرأي حذية لا تتقشي مكتبقاش الاناناس والهندية والامانج والخوخ والباباي مازال مطابتش باباي مازال تالشهر تسعود فهذي فواكه غنيين بالانزيمات لان هذه البروملين التي تباع في الصيدليات فايف ماذا كان في المغرب ولا له فامريكا مثلا هذا البروملين هو أطباء الناس الذين يعدم سعو الهضم لعظم الهضم يؤمن نقص والبروملين يستخرجها من الاناناس والبابايا فهيه الباباين والباباين هي التي تضم اللحوم يعني يهاضم قوي يعني الناس لعدم سوء الهضم يعني البابايا هذه جيدة ثم هذه الخوخ كلاحظوا الناس الخوخ كيف يزدغيها وهذه المقولة دي الكوكال الخوخ يذوي يكون دوارة صورة كاذبة لأنه علاش لأن الخوخ بالعكس والخوخ كي ماشي كي ذوي ولكن هو أحسن فاكهة بالنسبة لحيوية الجسم يعني الخوخ كيف يزدغيه علاش لأنه غني بالأنزيمات هو قنبولتي الأنزيمات والأنزيمات الآن هما اللي محتاجين من الناس في هذا العصر لأنهم هما اللي ناقصين في التغذية يعني الناس لاستيريليزاسي معني وللتعقيم على مية وعشرين درجات وللتعقيم على مية وخمسات درجات ولا يعني الأنزيمات تتلفهم النار تتلف الأنزيمات فالخوخ قوي من فاحة الأنزيمات وهذيك الحموضة ديال الخوخ مع الأنزيمات اللي فيه هي اللي كتخلي الجسم يشعر بالحيوية علاش لأنه من اللي كيهضم الجسم اللي كيهضم كيتخلص من هذيك الأكل من اللي كيتخلص الجسم من الأكل كيحس بوحد راحة إلا بقاء الهضم كدما الشخص كيهضم كدما عندون زعاج لأنه كنتقاطع ديال القريلين مع التركيز ديال الجهاز العصبي الناس ميركزوش إلى كالجريلين خدام يعني عاليا هورمون الجريلين هو السبب الآن فهذه السمنة لأن هورمون الجريلين ولي الآن عاد رجعوا لي الطيب عاد رجع نتابه لهذه المشكلة ديال الجريلين لأنه هو اللي كيسبب هاد هاد القادية ديال السمنة والسمنة شحال تكلمنا عليها من مرة والناس مغشفهم والسمنة ديالهم قلنا عليم كين سمنة الأدوية وكين سمنة الأكل وكين سمنات الهورمونات يعني مشي بحال بحال والخصص يأخذ سمنا لهم شهرمونات الحمول لا هرمونات زينو بايوتيك والتي قد يأخذ أغذية من تغذية لأن هناك بعض أغذية فيها هرمونات ثم لاحوم و بالحسب الجديد يأخذون الأدوية لأنهم يأخذون الأدوية للتوتر العصابي و بالتغوية العصاب والميونة تأخذون القضية تردد الدرقية و تسبب هذه القضية الزيادة في الوزن أخذون من يأخذ هذه الوزن لهم لذلك يزاد غير بالتعاقة رهنو المستحيل يكون عندهم طارقة إلا أنوا ينقصوا الطاقة الجوع والحركة قال لك البطيخ بلدي، و PLAYW شمزيان؟ قيل قيل مزيان إلا كان طبيعي مزيان جيد البطيخ في الليكوبين مدهة الليكوبين هذا البطيخ الأحمر دلح اللي نسميه الدلح ولي سويهلا قيل البطيخو سافي علي لأن باللغة العربية كان عدنا بطيخ أحمر وكان الشمان أيًن اللي نسميه سويهلا وهذا اللي نسميه أحنا البطيخ وكي اللي كنسميه الدلاحية باللغة العربية بطيخ أحمر وهو نعمل البطيخ يعني هو داخل مع البطيخ إلا كان طبيعي ولا أظن أن هناك في السوق بطيخ طبيعي أنا لا أظن وأتى حد العالم أن يكون بطيخ طبيعي لأن تقنيات الإنتاج الآن ديال هاد الحبليات هو تقنية الإنتاج من المستحيل أن يكون إنتاج طبيعي من المستحيل غير الناس يعرفوا هاد الحقيقة المرة عادي لقلكوش الحليب والسمك والبيض فيهم شي مشكلة لتجمعه لما عندناش هنا في الديانة الإسلامية ما عندناش مشكل حليب حوتس بيض الديانات الأخرى ما كيجمعوش جوجة المنتوجات حيوانية نعم وكين بعد الديانات اللي كتحرم حتى الكروفيت ينم كيقولوا بأنهم كيأكلوه بنادم في المحر كيأكلوه الكذافر فالديانات الأخرى ما كتجمعش منتوجين ليل الحيوان يعني لكلو الحليب ما كيكلوش لحم لكلو السمك ويكلوش البيض أما الديانة الإسلامية ما عنداش حراج في اجتماع هاد المواد ولكن كتشتارط عدم الإصراف وكتشتارط الحركة سكتخدم سكتحرك إنما ما ما غديش يجمع الحوت والبيض واللبن ما غديش يجمعهم الشخص في المائدة دياله رغم أن الموائد اللي كينادبا يعني بالسهولة نلقاوه هاد ثلاثة موجودين في الطابلة اللي عدوا البيض البلدي ما عفش أنه لشحات السمك واللي عدوا السمك ما عفش أنه لشحات البيض البلدي أنا كنتكلم عن البيض البلدي علي إلا كان البيض البلدي رجيب علي ثم ما عفش أنه علاش يعني كي يلاقيوا الناس هاد اللبن في نفس الوجبة يعني في نفس الوجبة الناس عندهم سماك وعندهم اللبن كيمشي مع الكسكسو نهار جمع الناس من اللي يأكل الكسكسو يشتربون البن رغم أنني سمعت ناصيحة من طبيبة كتقول الناس ما تشربوش اللبن منور الكسكسو رفيه خطر وهذا هو أكبر جهل وهذه هي قيمة الجهل لأن اللبن هو الوحيد اللي كيبح الحمض الفيتيك ديال النشويات وحمض الفيتيك باش نتكلمه بعلم ما شي غيرنا حمض الفيتيك هو اللي موجود في النشويات وهو كيلاطا هو اللي كيشد المونغانيز والماغنيزيوم وكيشد الحديد والكالسيوم كيشدهم وكيخليهم شي تمتصوا فاللبن من اللي كناكلوه مع الخبز ولا مع الصيكوك ولا كناكلوه منوركسكسو هاد البن في باكتيريا اللبانية والباكتيريا اللبانية كتحل حمض الفيتيك من اللي كيتحل حمض الفيتيك كيتلق هادوك الأملاح المعدينية كيتمتصوا بمعنى أن اللبن ضروري بعد الكوسكوس الوسيقى الوسيقى المترجم الى صندوق الناد